اشتركوا في القناة فسأستمر معاه في التفاوض حتى لو اتهمت باني جبان لكن اذا وصلت الى اخر المطاف في محاولة الوصول الى حل وديا ولم يبقى امامي الا الحرب فانا لها وكان لو تشوف في كل غزواته الله يرحمه في كل حروبه مع من خالفه الى اخره كان دائما يفضل التفاوض ومن ضمنها حصاره لجدة يعني كان عنده من القوات ما يستطيع انه يكسر دفاعات جيش مملكة الحجاز في ذلك الحين ويدخل جدة عنوة ولكن فضل التفاوض مع مين؟ مع اهل جدة نفسهم الذين في النهاية هم الذين اتوا للملك عبدعيز وسلموا جدة له بعد ان اقنعهم الملك علي ابن الحسين لترك البلاد والمغادرة وسلموه جدة سلما وليس حربا وهذا كان دائما الشيء اللي يفضل الملك عبدعيز الله يرحمه اشتركوا في القناة